معرض فن الزخرفة الإسلامية ترنيمة الذهب هو عنوان المعرض الفني الخطي الذي يحتضنه متحف الشارقة للفنون ضمن مجموعة المعارض المعاصرة التي تقدمها النسخة العاشرة من ملتقى الشارقة للخط تحت شعار ارتقاء مقدمة بروعة إبداعات منجزاتها الفنية الخطية جماليات الزخرفة الإسلامية برؤى ثمانية فنانين يمثلون العديد من الدول والثقافات من مختلف أنحاء العالم هذه أول مشاركة لي في ملتقى الشارقة للخط في معرض زخرفة الإسلامية شاركت في بي ست لوحات كلها مستلهمة من زخرفة المصحف الكريم اعتمدنا على زخرفة نباتية أكثرها كان فيها زخرفة نباتية وسلاسل ودخلنا فيه أسلوب الرومي ومن ناحية التلوين استخدمنا التلوين الذي هو أسلوب الهلكار واعتمدنا فيه على الألوان الأساسية التي هي الأزرق والكحلي عفوا الأزرق والعنابي والأسود والذهبي نحن طبعا نعتمد على الزخرفة النباتية التي تكون فيها الورود والأوراق وعندك اللي هي زخرفة ثانية اللي هو الرومي هذا يكون السلوب ثاني وعندك السلاسل هاي نوع من نواع الزخرفة لكن نستخدمها لفصل عملين مثلا الإطار الخارجي ومثلا العمل الداخلي نستخدمها في بعض الأحيان نستخدم سلسلة أو سلسلتين على حسب حجم اللوحة أعمال فنية تتفرد بجمال زخاري فيها المستلهمة من محيطها الجغرافي والزمني مبلرة بأساليبها ثراء مدارس الزخرفة بمختلف مرجعياتها الشركة ب13 عمل كلهم على النمط المملوكي بأساليب مختلفة يعني داخل النمط المملوكي فيه أكثر من أسلوب ولكن فحاولت أبرز ده في المعرض الأعمال كلها مستخدم فيها ورق طبيعي وألوان طبيعية وذهب طبيعي بيتم حلو إعداده بطريقة معينة لاستخدامه في اللوحات بغرض إطالة عمر اللوحة أو المخطوط أنا حاولت أبرز الأنماط دي كلها بحيث أنه يكون المعرض يعني معبر حقيقة عن العصر المملوكي بكل الاختلافات بتاعته المعارض الفنية المعاصرة في ملتقى الشارقة للخط أعمال فنية مختارة بارتقاء أنماط الخط الذي يتوحد في بحثه الفني متأثراً بأنماطه فيما بين الماضي والحاضر والمستقبل ترجمة نانسي قنقر